بسم الله الرحمن الرحيم المحاكم الجنائية. وخلي بالكم هو هنا بيطالب بايه? بالتعويض المدني يعني بالتعويض عن الضرر. فالاجابة المنطقية هنا ان هو بيرفع القضية بتاعته اه امام المحاكم المدنية. ولكن استثناءا من هذا الاصل اباح المشرع للمضرور من الجريمة ان يرفع دعواه المدنية امام المحاكم الجنائية. ليه? هنعرف اه ليه اه من خلال اه الشرح. لكن دلوقتي احنا عايزين ان احنا نعرف تعريف الادعاء المباشر بناء على المعنى اللي احنا وضحناه. هيكون الادعاء المباشر هو تحريك المضرور من الجريمة. واحد الضر من الجريمة. بيحرك ايه? الدعوة الجنائية. ازاي? عن طريق اقامته ودعواه المدنية. يعني بيحرك بيطالب بدعواه المدنية. بطلب التعويض انه هو عايز فلوس امام ايه? المحاكم الجنائية. فبناء على هذا الطلب بتتحرك دعويين. دعوة المدنية والدعوة الجنائية. وهو الامر المنصوص عليه في المادة 2232 و233 من قانون الاجراءات الجنائية اللي هو القانون رقم 150 لسنة 1950. اللي انا كنت ابعته لكم قبل كده. نيجي بقى للسؤال. اش معنى حضرتك سمحت المضرور من الجريمة ان يقيم دعوة المباشرة امام المحاكم الجنائية. ما كنت سيبه يطالب بالتعويض بتاعه امام المحاكم المدنية اعملا للاصل. وليه وليه الاستثناء ده خاصة ان احنا عارفين ان هو الاصل في المسألة ان الدعوة الجنائية بيتم تحركها بوسيطة مين? النيابة العامة. طيب العلة من هنا يا جماعة اه بتكون علبة شخصية وعلة عامة. العلة الشخصية. العلة الشخصية بتكون بتتمثل فين? في ان الشخص اه المضرور من الجريمة بيستعجل الاجراءات اه بتاعة المحاكمة عن طريق ان هو بيحرك الدعوة بنفسه امام المحاكم الجنائية. وطبعا معروف ان المحاكم الجنائية ايه? تعتبر اه 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 اقوى من المحاكم المدنية وبتضمن ليه اه يعني سهولة في الاجراءات في استفاق حقه وسرعة في استفاق اه حقه في التعويض المدني. اما العلة العامة فهي ان ما هو من المعروف يا جماعة ان اه النيابة العامة هي من يكون لها حق تحريك الدعوة اه الجنائية. اه فده يعتبر ان انا بدي لمواطن المواطنين اللي هو المضرور من الجريمة ان يحرك دعوة المدنية امام المحاكم الجنائية فيعتبر هنا بيحرك الدعوة الجنائية وسيلة اه للرقابة على النيابة العامة في تحريكها للدعوة الجنائية. فيمكن ان تتقاعص في بعض الاحوال او ان لا تنتبه الى ضرورة تحريك مثل هذه الدعوة. فبنسمح ليه المواطن المضرور من الجريمة ان يحرك دعوة اه المدنية امام المحاكم الجنائية وتتحرك تبعا لذلك الدعوة الجنائية. من له الحق في تحريك اه 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 الدعوة بطريق الادعاء المباشر هو المضرور من الجريمة. وهنا لازم لازم نعرف يا اخوانا ان المضرور في الجريمة لا يتطفق في معناه مع اه المجني عليه. فقد يكون شخص معين اه مجنيا مجنيا عليه ولكن غير مضرور في الجريمة. زي ايه مثلا? واحد صديق مثلا ليه? انا ديته العربية بتاعتي علشان خاطر ان هو يسوقها شوية. نزل الشارع فتم الاعتداء عليه اه 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 في الشارع وتم تكسير العربية بتاعتي. هو هنا يعتبر ان هو مجني عليه. لكن مين المضرور من الجريمة انا لان انا صاحب السيارة فيه في الاساس. وطبعا في اغلب الاحوال اه بيتطفق شخص المضرور من الجريمة مع شخص المجني عليه. في شرطين يجب ان يتغفروا في الضرر اه الذي يبيح لصاحبه اه حق تحريك الدعوة اه بطريق الادعاء المباشر. اه اول شرط في الضرر يجب ان يكون الضرر مباشر. يعني ايه? انا مثلا عندي عربية. ومؤمن عليها في احدى شركات التأمين. قامت العربية دي تم اه اه حدوث تلفيات فيها نتيجة الاعتداء البعض عليها. فهنا في اتنين بيتضروا. انا كصاحب السيارة وشركة التأمين اه لان هي طبعا هتضطر ان هي تدفع لي مبلغ تعويض اه ناتج عن الضرر اه الذي حدثه. طبعا وفقا للعقد اللي هو ما بيني وما بينه. لكن هل يحق لشركة التأمين ان تحرك الدعوة بطريق الادعاء المباشر? لا طبعا. ليه? لان الضرر اللي وقع عليها مباشر ولا غير مباشر? غير مباشر. اما المين اللي وقع عليه الضرر المباشر? انا اللي هو مالك السيارة. اتنين يجب ان يكون الضرر شخصي. فمعنى ذلك انه لا يمكنني التنازل عن حقي في الادعاء المباشر الى الغير. يقول اروح لمحمد او احمد او ايا من اصدقائي اقول له روح ارفع الدعوة بطريق الادعاء المباشر. فده طبعا ما ينفعش. لان اه يجب ان يكون شخص المضرور نفسه هو الذي يقوم اه بتحريك الدعوة بطريق الادعاء المباشر. بيطور اه سؤال اخر بالنسبة للشخصية والمعنوية. اه زي شركة معينة قد تكون اه اه اديرت بسبب وقوع جريمة ما. فهل يحق للشخصيات او الكائنات المعنوية تحريك الدعوة الجنائية بطريق الادعاء المباشر? نعم يحق لها ذلك. يعني الشخصيات المعنوية يحق لها استخدام الحق في الادعاء المباشر. طيب هل كل الجرائم التي يتعرض لها الاشخاص او الكائنات المعنوية يمكن تحريكها بطريق الادعاء المباشر? لا. هناك بعض الاستثناءات وبعض الجرائم التي لا يمكن تحريك الدعوة فيها اه الدعوة الجنائية فيها بطريق الادعاء المباشر. مثل الجرائم التي يكون المتهم فيها موظفين عموميون. ليه عموميين? ليه? لان دول طبعا ممكن ان واحد اه اه يكون فيه عداوة ما بينه ما بين الموظف ويحاول ان هو يؤثر على ارادته. فيحرج حاجة خطيرة جدا اللي هي ان هو يحرك دعوة جنائية ضده. تمام? آآ علشان خاطر ان هو ينفذ اهراض معينة له مثلا في المصلحة آآ التي يعمل فيها هذا الموظف. اتنين يعني ده برضو استثناء اخر انه ما ينفعش آآ اقامة الدعوة الجنائية بطريق الادعاء المباشر على الجرائم الحادثة خارج نطاق جمهورية مصر العربية التي تحدث في آآ الدول الاجنبية. لازم ان الجريمة يكون نطاقها المكاني قد وقع داخل جمهورية مصر العربية. تلاتة الجرائم التي آآ آآ تختص بها محاكم خاصة مثل المحاكم العسكرية ومحاكم آآ الاحداث وما الى غير وما الى ذلك. يعني كل الجرائم التي يتطلب لنظرها محاكم خاصة فلا يمكن رفعها بطريق الادعاء المباشر. آآ اربعة. الجنايات. طبعا معروف ان الجنايات دي امرها خطير. فالمشرع بيفترض ان لا يمكن ان هو يكون سهية على النيابة العامة ان تحرك جناية دعوة آآ متعلقة بجناية الا عندما يعني ايه تكون نظرة فيها نظر جيد وقالت ان هو ان لوجه لإقامة الدعوة او امرت بالحفظ ففي هذه الحالة آآ يعني آآ تعتبر يعني موضوع الجناية ذات نفسه تحت رعاية النيابة آآ العامة ولا يمكن ان هو ده يكون سهية عليها فيه. لكن يحق لك ان انت تحرك آآ الدعوة الجناية بطريق الادعاء المباشر في المواد المخالفات والجنح دون مواد الجنايات. آآ واخيرا مثلا آآ بتيجي آآ اللي هي جرائم الاحداث. خاصة طبعا دي تعتبر بيتم نظرها امام محاكم خاصة والاحداث يعتبر ده بحسب آآ آآ القانون ما ينفعش ان احنا آآ نحرك ضدهم الدعوة علشان نحميهم طبعا للصغر السن بتاعهم الا امام آآ محاكم معينة وباجراءات خاصة. هل ليك ان انت تتحرك الدعوة بطريق الادعاء المباشر في اي وقت ولا لقي فيه آآ نطاق زمني يجب ان تلتزم فيه حتى تحرك الدعوة آآ الجنائية عن طريق الادعاء المباشر آآ بشكل سليم. لا طبعا في نطاق آآ زمني. اولا بالنسبة للجنح يجب ان آآ يتم اعلان آآ الشخص القائم بالضرر اللي هو المتهم آآ قبل معاد الدعوة بتلات يام وفي مواد المخالفات بيوم واحد. اما في حالة التلبس آآ فيجوز ان لا يتم اعلان الشخص او لا يتم امهال الشخص الذي تسبب في الضرر آآ من قبل استدعاءه امام المحاكم الجنائية. آآ هل هناك شروط يجب ان تتوافر في الادعاء المباشر؟ نعم يجب ان يتم رفعه من آآ ذي صفة وقلنا اللي هو ذي صفة ان يكون مضرور من الجريمة يعني مش شرط ان هو يكون مجني عليه. ولكن يجب ان يكون مضرور من آآ الجريمة. قد آآ تتحد الصفتين ولكن في بعض الاحيان يتغير آآ المضرور عن آآ المجني عليه فاحنا بنهتم بصفة المضرور وبنشتريطها لتحريك الدعوة الجنائية بطريق الادعاء المباشر. آآ الشرط التاني ان تكون الدعويين مقبولتين. ايه هم الدعويين؟ الدعوة الجنائية والدعوة المدنية. طب وهي الدعوة المدنية ممكن ان هي ما تكونش مقبولة امتى? عندما يتم تكليف آآ آآ المتهم او اللي هو القائم بالضرر بالحضور امام المحاكم الجنائية. ولكن آآ ان تم هذا التكليف بشكل غير صحيح فلا تكون الدعوة المدنية مقبولة لخطأ في الشكل. او ان انت مثلا آآ كمضرور من الجريمة تنازلت للشخص الذي احدث الضرر آآ ليك من قبل كده ومضيت على ورق يفيد ذلك. فهل من حقك بعد كده ان انت تتحرك الدعوة المدنية؟ لا مش من حقك. فبناء عليه لو انت مش من حقك ان انت تتحرك الدعوة الجنائية آآ او ان هي الدعوة الانقاس في المدنية والدعوة المدنية آآ غير مقبولة فلا يمكن باي حال من الاحوال انت تتحرك آآ تبعا لها الدعوة الجنائية لان دي بتعتبر الدعوة المدنية من الدعوة الجنائية بمثابت آآ آآ المسبب من آآ السبب. الدعوة الجنائية بقى برضو لازم ان هي تكون جائزة القبول فلا يكون المتهم فيها قد توفى او انه قد حدث عفو شامل بالنسبة للآآ الجناية المتهم فيها الشخص او آآ ان يكون على الجريمة قيد آآ من قيود تحريك الدعوة الجنائية اللي هي القيود التلاتة اللي احنا درسناهم اللي هو آآ الشكوى والاذن والطلب. فلو كان عليهم قيد من هذه القيود فلا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوة الجنائية الا عند اآآ اذا زالت هذا القيد وده طبعا يعني بيكون امر خارج على ارادة النيابة العامة آآ في احوال كثيرة ومرهون بارادة آآ آخرين آآ آخر حاجة حنتكلم عليها بالنسبة للادعاء المباشر وهو آآ اثر الادعاء المباشر. اثر الادعاء المباشر الاني هو تحريك الدعويين. الدعوة المدنية والدعوة الجنائية وبيمشوا الاتنين آآ مع بعض وفي خط واحد. لكن هنا بيصور تساؤل في ما ان آآ انقضت دعوة من الدعويين فهل تبقى الاخرى ام ان آآ بقاء آآ دعوة معينة هو مرهوم ببقاء آآ الدعوة الاخرى. تعالوا نقول مثلا كده لو الدعوة المدنية انقضت كأن مثلا آآ واحد تسبب متهم تسبب لي في ضرر فانا اتصالحت معاه او اخدت منه آآ فلوس تعويض او كده خارج المحكمة وروحت متنزلوا عن الدعوة. فهل في هذه الحالة تنقضي الدعوة الجنائية? لأ. بيجي ساعتها القاضي. بيسأل النيابة العامة هل تريد النيابة العامة الاستمرار في الدعوة الجنائية فاين قالت آآ فبيتم الاستمرار في الدعوة الجنائية. وان قالت لأ خلاص بيت ايه? بيتم انخضاء الدعوة الجنائية. طيب بالنسبة بقى للدعوة الجنائية ممكن ان هي تنتهي. فهل في هذه الحالة بتبقى الدعوة المدنية طب طب بتنتهي بايه? بحالة العفو الشامل او الوفاء او اي سبب من هذه الاسباب. طيب لو انقضت الدعوة الجنائية. هل بتظل الدعوة المدنية قائمة? نعم بتظل الدعوة المدنية قائمة حتى آآ يستفي المضرور من الجريمة حقه آآ من الادعاء المباشر. وطبعا الدرس الادعاء المباشر من الدروس المهمة يقينا يعني السندي. وبنراجع على النقطة الاساسية اللي احنا قلناها بشكل سريع بنقول ان الادعاء المباشر هو تحريك المضرور من الجريمة الدعوة الجنائية عن طريق اقامته دعواه المدنية بطلب التعويض امام المحاكم الجنائية وهذا الامر قد تم النص عليه في المادة 232 والمادة 233 من قانون الاجراءات. العلة آآ من الادعاء المباشر او الحكمة من الادعاء المباشر حكمة شخصية ان احنا بنسرع الاجراءات بالنسبة للشخص المضرور من الجريمة. وعلة عامة ان احنا دي دا بيمثل وسيلة من وسائل الرقابة على النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية. من له الحق في تحريك الدعوة الجنائية هو المضرور من الجريمة وليس المجني عليه ويجب ان نعلم ان الكائنات المعنوية بيحق لها تحريك الدعوة بطريق الادعاء المباشر جميع الجرائم يمكن تحريكها بطريق الادعاء المباشر الا ان كانت جناية او ان كانت بتستلزم محاكم خاصة لنظر القضية او ان كان المتهم فيها حدث من الاحداث او ان كانت هذه الجريمة وقاعة خالق حدود جمهورية مصر العربية او كان المتهم فيها موظفا عاما ولها ميقاط زمني معين يجب ابلاغ المتهم قبل انعقاد الدعوة بتلت ايام في مواد الجنح ويوم في المخالفات ولكن حالة التلبس لا تفترض اعلانه قبلها بوقت معين وطبعا الجنايات احنا ما قلناش ليه لان اصلا الجنايات ما ينفعش فيها لايه الادعاء المباشر شروط الادعاء المباشر ان تكون الدعوة المدنية والدعوة الجنائية مقبولتين ان يتم يكون الادعاء المباشر صادرا من شخص ذو صفة الاثار ان هو بتتحرك الدعوين المدنية والجنائية ومش شرط ان تنقضي احدى الدعوين ان تنقضي الاخرى بناء عليها ممكن ان هو تنقضي الدعوة الجنائية وتستمر الدعوة المدنية وممكن تنقضي الدعوة المدنية وتستمر الدعوة الجنائية ايها ترجمة نانسي قنقر